عصر جديد غير مسبوق من الرعاية بكل أنواعها يشهده ذو الهمم في السنوات الأخيرة لم يشمل التغيير فقط طريقة مخاطباتهم ولم يشمل تغيير نظرة المجتمع بأكمله وحسب كان هذا التغيير هو رؤية حياتية شاملة حرصت القيادة السياسي على توفيرها لذوي الهمم الذين وللمرة الأولى يتم النظر لهم على أنهم شركاء أساسيون في الوطن وصار وجودهم بجانب الرئيس السيسي في كافة المحافل والاحتفاليات عنصراً رئيسياً لا تكتمل الفرحة إلا به يا بريم أهلاً وسهلاً بك وكل أهل الإمارات اللي موجودين النهاردة وحتى اللي موجودين هناك وإحنا شكراً شكراً يا سيد الرئيس نحن نحبك كتير نحن نحبك كتير وإحنا نحبك كتير أنا وشعب الإمارات أنا من ليلة دي راسي مرف وعفوك أنا من ليلة دي عيس الفرح وادوك إنه ماريوش حظ صح، ده حقيقي هو أنا ماريوش بكومش ده حقيقي يا رئيس صحيح؟ وأعز أقولك على كلمة صغيرة جداً فعلاً إحنا المصريين حظنا كويس إنه بقالين يا رئيس رئيس إنسانزيا حضرتك أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن حجم الدماري جراء أحداث يناير كان من الممكن أن يمتد لسنوات طويلة أضاف رئيس السيسي خلال مدخلة له في جلسة حوار مع الرئيس ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قادرون باختلاف أن الجيش والشرطة دفعا ثمناً كبيراً من أجل حماية البلاد في ناس كتير كانت في مصر وكان في الجيش بالذات عندهم الألأ ده والخوف ده إن الأمور تخرج وتبقى فيه حاجة صعبة عن مصر لكن وأنا بقولها دلوقتي بعد تقريباً يعني عشر أحد عشر سنة لازم تعرف يا رامز وكل اللي قاعدين في مصر يعرفوا إن الحمى مصر ربنا سبحانه وتعالى وأنا من الناس اللي ممكن كان يبقوا شايفين قد إي حجم الدمار اللي البلد دي هتدخل فيه واضيع فيه ويمكن لسنين طويلة عشرين تلاتين سنة أربعين سنة الله أعلم لكن ما فيش حد تاني حمى البلد دي والبلاد اللي جنبينا أنتوا شايفين البلاد اللي جنبينا اللي دخل مرجعش وبالمناسبة نصر أضعف ظروفاً من الناس زيت إحنا عددناها ما شاء الله كتير وبالتالي وشبابنا كتير فلو كان حصل شكل من الأشكال الاقتتال حرب أهلية يعني في 2012 و13 كانت لكن هنا برضو نقدر نقول حاجة تانية رامس أن الجيش والشرطة والدولة دفع التمن كبير أول ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر